بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل عارض لستايلز المختلفة بتاعت C&C Tuning Center وبنتكلم عن 20 spindle horizontal وباقي بقول ان هنا ده بيعتبر اولا بحب اوضح ان ده plan view from the above انا احنا بقول ايه 20 spindle horizontal bid style اعايز اعرف ازاي احكم من الرسم ان ده horizontal او vertical ده بحكمه من خلال checker يعني الجزء اللي ركب فيه work piece فانا بقول زي ما انت شايف ان انا عندي ده plan view يبقى اذا check 1 و 2 دول position بتاعهم ايه horizontal لذلك ده بنسميها ايه spindle horizontal style بنيجي بنقول ده like دي يعني تشبه ان انا عندي اتنين ماشين في نفس الوقت لان انا زي ما انت شايف ده عندي spindle 1 وركب عليه الشغلانة ادي spindle 1 وهيجي كده هلقي ايه ادي spindle 2 وما بينهم الاثنين في separator اللي موجود قدامنا و ادي هنا التارت اولانية و ادي التارت التانية بيجي يقول لي ادي separator فاصل ما بين الاثنين و بيجي بيقول لي ان انا عندي ان الماشين دي زي ما انا قلت ان هي عبارة عن ان انا كأني عندي 2 independent checker style machine يبقى يتوش به النوع اللي فات و تبقى لك ان انا عامل في sequences معينة شو قال بيها ان انا بدأت بالuniversal ان هي النوع الاعام والاشمل لكله نوع بعد كده جبنا التشاكر يعني ممكن اعتبرها انها حالة خاصة من التشاكر لان انا عندي اتنين تشاكر style machine في نفس الوقت بيجي برضو نشوف الاكسيز بتاعتي هي نفس اكسيز ما هي انا بقول لك هي حالة خاصة من التشاكر فانا بيقول لي الاكس اكسيز كنترولين فبيقول لي نفس الكلام X axis controlling the diameter و Z axis controlling the length لما بيجي نعمل البروغرامنج للمشين بيقول لي أني أنا بقدر أعمل البروغرامنج للمشين ولايك أني أنا عندي البروغرامنج ممكن أعمله منفصل لدي وممكن أعمله منفصل لجزء تاني أو أني أنا أقدر أني أنا أشغل الاتنين في نفس لنفس بكده نكون وصلنا إلى هذا المقطع نراكم إن شاء الله في مقطع أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته